اشتركوا في القناة يعني حدوث الفضيحة بهذا الحجم جاء بشكل مفاجئ جدا وخاصة أن ألمانيا دائما تتغنى على الصعيد العالمي بقوانينها الصارمة للبيئة الفضيحة تعكس مشكلة تتمثل في ضعف تطبيق القوانين أو صغر في تطبيق القوانين وحصول فساد على مستويين المستوى الأول على صعيد فولكس فاق نفسها حيث غطت إدارات في الشركة على عملية التزوير هذه على المستوى الآخر الجهات الحكومية أو المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والتفتيش يبدو أنها غضت النصر أو تراخت أو لا أستبعد أن تكون هناك عملية فساد بسبب العلاقة القوية بين شركة صناعة السيارات وصناع القرار في ألمانيا هل باعتقادك سيكون لهذا الأمر تأثير على سوق السيارات الألمانية في الدول العربية مثلا؟ الأسواق العربية تستورد بالدرجة الأولى سيارات آسيوية بالنسبة للسيارات الألمانية منتشرة بشكل خاص في الخليج على صعيد آخر الأسواق العربية ليس لديها قوانين صارمة للبيئة وهذا يعني أن مشكلة فولكسفاجن ليست مطروحة حاليا في الأسواق العربية بقوة وحتى لو وجدت قوانين في الدول العربية فإنها لا تطبق إلا بشكل انتقائي يراعي مصالح المتنفذين بسبب فساد الإدارات بالدرجة الأولى وعدم مراعاة قوانين البيئة بالشكل الذي يمكن مقاررته بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية دكتور ماذا عن استثمار العرب في الشركات أو شركات السيارات الألمانية؟ هل سيتأثر هذا الأمر بذلك؟ نعم العرب يستثمرون في شركة فولكسفاجن وميرسيدس الكويت وقطر بالدرجة الأولى هناك استثمارات أوضان إماراتية أعتقد أن الاستثمارات العربية طويلت للأجل وهناك خسائر كبيرة لكنهم لن يسحبون أسهمهم حاليا على العكس هناك فرصة للاستثمار بسبب تراجع أسهم الشركات الصناعة الألمانية لا سيمو أنها قادرة لاحقا على تجاوز هذه الفضيحة دكتور إبراهيم محمد شكرا جزيلا لك على هذا التحليل ترجمة نانسي قنقر